انتقدت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا العجزة الدولية زاء سوريا كان ذلك خلال الحوار الاستراتيجي بين الجانبين عقد الخميس في العاصمة السعودية رياض كما دع المجتمعون إيران إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما قال وزير الخليجية التركي مولود جو شولو أن على إيران أن تقوم بدور إيجابي بعيدا عن المذهبية والخطاب الطائفي وفيما يتعلق باليمن فقد دع المجتمعون إلى ضرورة التسوية السلمية في هذا البلد وششب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح